موسيقى مساء الخير أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من استوديو بيروت ضيفنا هو الأب باولو دالوليو وسأبدأ هذه الحلقة بجملة قالها قبل أن يترك سوريا منذ أيام جثتي واقفة على قدميها هي التي تغادر سوريا حيث أبقى 100% في السيديو بيروت الليلة هل ستتغير علاقة المسيحيين بمحيطهم بعد الثورة السورية وكيف يرى مستقبلهم في المشرق العربي ماذا تضيف شهادة حية من الداخل حول حقيقة الحراك السوري أباولو أهلا وسهلا فيك بالسيديو بيروت أهلا وسهلا فيك بيروت تركت سوريا يوم السبت يعني أقل من أسبوع انعرفت جدا خلال الثورة السورية حتى أن المتظاهرين عملوا مظاهرة اسمها أحد باولو أنا بعرف أنه صار لك 30 سنة في سوريا أنت من أصول إيطالية راهب من أنت؟ غير هيك من أنت؟ أو شي سلام عليكم سلام عليك أنتي والسلام على كل المشاهدين في كل الوطن العربي وأبعد منه وشريفني جدا أن جالسكن جميعا أكون معك اليوم أنا لم أترك سوريا أنا يعني تردت من سوريا وجئت غصب على الرأس يعني خرجت ضد إرادتي وبيان في الخارج ضد إرادتي وبإرادتي إن شاء الله وبإرادة كل المحبين للحرية أعود وهذا إيماني أين تتوقع راح تعود؟ الأمور اللي تخص الغيب يعرف الله علينا أن نساهم علينا أن نمارس مسؤولية كاملة اليوم والتوفيق من رب العالمي لماذا تردت من سوريا؟ يعني شو كان الاتهام مباشرة إلى لأن تطرد من سوريا؟ هو شي مشاكلي بلشت قبل الربيع العربي مثلا هنا كتاب بهديليكيا إشكالية الاعتراف بالآخر بدنا بنشاطات في الحوار بين الأديان الحوار الثقافي منذ أكثر من عشر سنوات العمل مع المجتمع المدني على الاهتمام بالبيئة بالتنمية بالثقافة بالحوار الديني من نسبة لأن الحوار الديني ليس مجاملات تحت غطاء السلطات بل إرادة شعبية تبحث عن مستقبل روحي مشترك اشتغلنا شوي ضد الفساد وصار في مركبة غيمة في رأسنا وبأزار 2011 يعني بمطلع الربيع أنا وجدت إقامتي موقفة وبشهر 2011 السلطات الكنسية استلمت رسالة تقول أنه أنا لازم أروح من قبل الوزارة الخارجية وتبعا الوزارة تعرفي بسوريا الوزارات لسه إلا واجهة في مثل حكومة هي السيطار وورا في دولة أخرى اسمها الأمن في دولة أخرى اسمها الأمن يعني أنا أنه راهب يتحدث عن الحوار هو مع التنمية مع تطور المجتمع بدأك تسمح لأنه كمان ما بفهم ليش يعني طردت بهذا الشكل بس خلينا نسمع مقطع من أول مرة يمكن الناس عرفتك حقيقة وهو نداء سميناه من نداء الميلاد لأنه هذا النداء ظهر على اليوتيوب في مناسبة عيد الميلاد أنا تركت البلد اللي خلقت فيه والأب وقل طرع رعت فيه وبحبه لكن اللحقت أشواقي انتزاماتي لحقت دوراً إيجابياً في هذه الدنيا و جئت شرية و دربت شرشي و درست اللغة و انتزامت الثقافة و يعني إذا كان البلد الأول مسميه الوطن الأم هذا اسمه الأرض العروس و يقول أن النصارى لا يفضل كان الإنسان ما وحده الله و أن يفضل الصمت في سوريا عن الكلام في المنفى بهذا نداء هناك أمرين بدي نحكي فيهم لتفضل الصمت في سوريا عن الكلام في المنفى أنت اليوم إذا فينا نعتبر في المنفى و أنت تتحدث ولكنك لم تصمت في سوريا لم أصمت بسوريا و أشيء لأنني ما أخرج الصمت يعني الكلام بتلا مني جبر و غصب و تضفق و بدرجة الأولى سوريا وقعت على اتفاقيات دولية مع الجامعة العربية و مع كوفي أنان بتوطيد حق حرية كل مواطن و كل إنسان شريف أن يتكلم حرية الرأي و حرية التعبير فوقعت ما الضرورة أن أصمت إذا حرية الكلام أصبحت معطرف بها فتكلمت لأنه البلد عم يغرأ التزمت الصمت والولد عم يغرأ خلاص يعني ما عاد في صمت أين يغرأ تماما أنا بدي من الأب باولو دالوليو يعطيني حقيقة شهادة حية نحن شفناك يعني بالأشياء الأفلام الصغيرة اللي ما رأيت على الإنترنت شفناك بالقصير ذهبت إلى القصير لأنه كانوا المختوفين مسيحيين ذهبت إلى القصير لأنه بعض العيلات طلبوا مني مساعدة في البحث عن زويهم المختوفين أو المختفيين منذ أشهر يعني فوجدت نفسي مجبوراً مأموراً من قبل ألم هؤلاء وأيضاً قلت يعني ألبس رداء الثياب للحوار الديني والوئام الإسلامي المسيحي منذ سنوات وسنوات عند المحك هذا يعمل أو لا يعمل هذا نظريات أو حياة فقلت يلا ألمحك يا رجل فدخلت القصير ووجدت مجلس الثورة يعني يعرفوني ويحبوني ويقولوا عني ومبسوطين أنهم بزورهم يعني أنا لجأت وجدت حالي لحشفت الصوة أنا وجدت حالي بأهلي بجماعتي بصفي فصرنا ندرس المعاضية مع بعض البساتين راح تحترق لأنه الحواجز تبعى الجيش بتمع كل الناس إسلام ومسيحية عن يروحوا يشتغلوا ببساتينهم المستشفى خرب المستشفى الميداني يغصف السلات الغذائية ما بتوصل الناس ما بيقبضوا مع عشيون المعشاتهم ماذا نعمل إلت يلا بكرة بحاول أشوف الجماعة تبا كوفي أنا فنزلت على الشام وصرنا نحكي مع كوفي أنا مع جماعة كوفي أنا روبرت مود والجماعة تبعهم أنا بعرف أنه بالأول أنت بداية كنت مع مبادرة كوفي أنا ولكن فيما بعد قلت أنه يجب أن يكون هناك 30 ألف مراقب يرافقهم 50 ألف من المجتمع المدني 3 ألف مراقب و30 ألف يعني مرافق مرافق طيب أولا محادثاتك مع روبرت مود وجماعة كوفي أنا في دمشق هل شعرت أنهم وصلين إلى أفق مسدود؟ أم أن هذه المبادرة هي بداية لنتيجة ما وتدويل هذه الأزمة في سوريا؟ أريد أن يجاوبي مثل بسيط تعبير بسيط عربي لحي الكذابة عباب الدار مبادرة كوفي أنا هي عمل متابعة الأمور حتى تظهر بعض الحقائق لأن لم تظهر لا يستطيع المجتمع الدولي أن يمارس مسؤوليته لسيما بسبب الضغوطات المعروفة فأنا وجدت رجال ونساء في مجموعة كوفي أنا من كل الدول بما فيها الروسيين يريدون أن يعملوا عمل مهني صحيح ولكنهم يمنعون يريدون أن يصلوا إلى مكان المعارك ولكنهم يمنعون يريدون أن يجمعوا البرهين للجرائم ولكنهم يمنعون من يمنعهم؟ يعني ليش ما بيطلع بيقول كوفي أنا النظام السوري إذا كان النظام السوري بيمنعنا بدل ما يقولوا على العربية لبعض الناس اللي مع كوفي أنا أنه أني قوات النظام وأيضا قوات الثورة هني اللي بيمنعونا هل هذا صحيح؟ الديبلوماسي ما بيشتغل شغلي كل شغلي عنده أسلوبه الواقع أنه عند التشاؤم من وقف طلاق النار الجهتان صاروا ينزموا حالهم لمتابعة الكفاح المسلح هذا واقع على الأرض إذا بتسمح بير باولو نحن رح نتوقف لحظاته نحكي تماما عن تسليح الثورة رأيك فيها ووضع المسيحيين نعود إلى برنامج ستوديو بيروت وضيفنا هو الأب باولو دالوليو بير باولو إذا بتسمح كنا نحكي عن كوفي أنا أنا بدي منك أجوي بسريع عن بعض المواضيع السياسية قبل ما نحكي عن وضع المسيحيين حكيت عن رأيك في قصة كوفي أنان هل أنت مع تدخل أجنبي في سوريا اليوم؟ أنا مع تدخل أجنبي مضاعف وأطالب المجتمع الدولي في ممارسة كامل مسؤوليته دون أن تتخبى وراء مفهوم لعدم التدخل المسلح عدم تدخل المسلح معناته الضعاف من الأشخاص في الوجود التزام اقتصادي رهيب عمل ميداني كامل أنا راهب ملتزم في مفهوم اللعنف تحدى وأطالب المجتمع الدولي في أن يلتزم كليا في إيجاد حل غير عنيف فيما يخص سوريا الأمور تأخرت تفاقمت سارت رهيب جدا أصبح الأمر أصعب بكثير تدخل أجنبي يعني قوات أجنبي قوات دولية تقصف في سوريا؟ أنا كنت أطالب المجتمع الدولي ليأتي بـ 50 ألف مرافق ومراقب للحضور بين القرية التي في خطر أنه بيهجم عليها عن يسكنوا مع الناس يبقوا مع الناس ينزلوا في المظاهرات معنا يكونوا مجتمع عالمي مدني مع المجتمع المدني السوري لتوطيط الحرية وللحركة تجاه الديمقراطية النادجة التي هي من حقنا نحن ما منش هذا من المجتمع المدني العالمي المجتمع العالمي لازم يأتينا لازم يشتغل معنا حتى نأخذها نحن بعيدين وهن ما بيمنعونا أما الوضع الحالي هنا عم يغطوا للطغاط كما كان في الماضي ليه أسباب إسرائيل لها مصلحة في الحرب الأهلية السورية إسرائيل وغيره عنده مصلحة في الحرب الأهلية السنية الشيعية والحق بيروح بالتوشي هذا لازم يتوقف مر باولو تسلح السورة بتعرف أن المعارضة بدأت تباين فيها بأنه ناس مع تسلح الثورة أو الجيش الحر وناس مع عدم تسلح وإبقاء الثورة بمظاهرات سلمية وعصيان مدني شو رأيك اليوم؟ أنا بدي أحكي لك قصة شاب واحد بمثل الكل هذا كان بالجيش العربي السوري من شان يروح يحرر فلسطين ولا حاله مأمور أن يطلق النار على أولاد حارته وابن عمه وبنت أخته جماعته شعبه دميره قال له بكافي ما بمشي الحال فتلع من الجيش بيدور على من بيحسن يوقف هذه الفضيحة وجدتوا كنا سوا بالسيارة عم رجع جثة من إنسان عامل تلع من معمل وراجع عبيته وأتلوه مع 12 آخرين من نفس المعمل عم بيرجع عبيته إلى قريتهم اللي يحظه مع كويس لأنها غرب العاصي فعم رجع الجثة إلى الدعاء الزلمة لحن نسلمها لأهله وقفنا لشغلة اللي أبونا هيك هو مسلم اللي أبونا نحن هيك بسوريا نحن المسيحي بقول للمسلم شيخنا أبونا أنا ما بدي لا جاه ولا مال أنا في اللاح بدي أرجع أفلح أرضي حرا في سوريا حرة تحياتي لك يا سوري شريف اليوم عن كل حال هناك طائر يعني من طيارين الجيش السوري أخذ أو هرب في طائرته إلى الأردن بتفسرها سياسيا يعني بتفسر أنه هناك انشقاق في الجيش بدأ أم يعني الصورة هي أنه الجيش السوري هو متسماسك جدا خلف النظام حتى لو كان فيه انشقاقات أنا لست خبير بشؤون استراتيجي نعم الرجال داخل الجيش في تمزق أخلاقي أدبي بين الالتزام في الجيش بكل ما يمثل أيضا كرمز الوطن وخوفهم على الشعب لازم نقيم هالأسطورة أنه كل العلوية مع النظام هذه أسطورة بشعة أنا بعرف من العلويين اللي يأجوا للدير يبكوا رفاءاتهم المقتولين عن يد النظام أنا بعرف من العلويين اللي بقيوا في معتقل النظام سنوات نحن عم نشتغل في السلم الأهلي هذه سوريا الحقيقية ونحن لم نتنازل عنها هذا في تسلح يعني فيه ناس عم بتقول فيه قاعدة في سوريا فيه أحزاب متطرفة جدا أويش القاعدة في سوريا منا موجودة من هاللعب القاعدة في سوريا موجودة من قبل وسخرت في زهابها إلى العراق استخدمت في أوسخ الوظائف في لبنان نحن كتبتوا في رسالة مفتوحة لكوفي أنان تقولوا بتعملوا حالكم في الأمم المتحدة كل هالأد يعني أولاد الحضانة ما بتعرفوا أنتم وقت الانفجارات دمشق أنه هناك مستنقع يعمل فيه ويصبح فيه كل السمكات الوسخة من المخابرات والمافيات والتطرف الديني وأنتم تعرفون هذا نحن نريد مجتمع عالمي يريد أن يخرج وينتهي من هذا المستنقع ويتحمل مسؤولية التمقدم لكي تسلح الثورة هو خطير لأنه ممكن السلاح يروح إلى هالمجموعات التسلح خطير والسلاح تروح إلى كل مكان وما في شك أنه التطرف الديني الموجود في الشرق الأوسد وهو موجود له من وسائل التمويل الشيء الكثير فلذلك على الثورة السورية أن تضع ضبط الجماعة كتوب ريوريتي الأولوية الأهم لكن وهذا أيضاً ذكرت لكم فينا قالت له هالموجودين في الفئات المتطرفة هذول أولادنا هذول ما هم جايين من كوكب آخر هذول أولادنا عن مسؤولية أخلاقية في إعادة تهيلهم هذول من ينطلعون من التطرف إلى إعادة تهيئة والاهتمام الديني الثقافي حتى يرجع إلى المجتمع وحتى الانفلات الأمن في سوريا اللي فيه الشيء الكثير المخطط هذا الشباب والرجال في منهم 30 واحد من التمين يجوا هاجموا على الدير اللي كنت فيه بالدين وعشرين شباب دير مرموس هؤلاء الرجال يعني كلمهم الرهبان والرهبات هلهم بدون يضيفون شاي وكذا لا وحالهم في عالم آخر بلشت تظهر إنسانيتهم فهذول بدنا نرجعهم هذول جماعاتنا بدنا نرجعهم طيب بولو في حرب أهلية في سوريا يعني أنت تركت من خمس سيال عندك شعور أن هناك حرب أهلية قد بدأت في سوريا في سوريا في ثورة وحرب أهلية أنا كتبت رسائل للدبلوماسيين بحزيران 2011 وقلت لهم أن الحرب الأهلية بدأت وكل الحق عليكم وعلى الدول طبعكم بما فيها الدبلوماسية الدينية والثورة قائمة وهي حقيقة وهي تجمع سوريين من كل الأطياف والحرب الأهلية أيضا قائمة على خط العاصي وعلى الساحل السوري وهي كارثة وطنية ولذلك علينا اليوم أن نقول للأطياف المتحاربة تعالوا إلى كلمة سواء الموضوع ليس بشار الأسد يا سيدي موضوعك الثانوي هون في وطن هون في ناس ما منقبل مطلق أن يكون إنسان أهم من وطن فالحالة هلأ تعالوا إلى كلمة خلينا نشوف قلنا تركوا لهم لأخذوا كل سلاح البلد اللي كانت لازم السوريين لأجل تحرير الوطن العربي أخذوها كلها لجبال العلوية سار هناك السلاح لأيوم السلاح لباس خلواها معكم لا تصدي طلبوا من كوفي أنان وجماعتهم من بن كيمون وجماعتهم من براك ومعمى وجماعتهم من بوتين وجماعتهم من إيران من كل الناس تعالوا حطوا قوات دولية لحماية الجبل العلوي لحماية الحراط العلوي سيدا تقسيم لا بالعكس هذا تقسيم سوريا هذا دولة هذا عكس التقسيم لأن الشعب يريد أن يكون واحدا هل الشعب عم يعيش تحدي الحرب الأهلية الناس عم يدبحوا بعضهم بالشاريع مدفوعين بمن يريد أن يستفيد من هذا ليحمي النظام القديم نحن للكون وقفوا وقفوا تنفزوا رواء خذوا كم شهر وقت لا تفكروا وأنا كل ثقة أنه سوريا أولا تكون الحلبة للمقاتلة السودية الإيرانية والصراع السن الشيعي والصراع الروسي الأمريكي وا 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 تكون مكان الوفاك والوئام خلي لغة السلاح تنتهي لأنه كل واحد أغلق خاص نحميكم ثم نحكي ونصل لشي أنا بل لك السلاح أنا أصدي من جنوب لبنان إلى تهران عم نحكي بمحور شيعي أهل المشكلة بير باولو ما معنك تلو أبدأ أحكي شوي عن المسيحيين ميشيل كيلو مبارح عمل مقال خطير جدا وقال الكنيسة ليست بخير أعطى كثير من الأمثال وأعتقد الحادثة المخيفة التي تتحدث عنها أن أحد مطارنة دمشق قد سلم الشباب إلى الأمن لأين يذهب المسيحيون في سوريا أو الشيء في مطارنة ما بيسلموا الشباب إلى الأمن لأنهن ذاته الأمن فلا شيء غريب عن السوريين حتى السوري العادي بالشاريع ما بيستغرب وتحياتي لأميشيل كيلو الصديق العزيز الكنيسة سخرت كأدوات لتوطيد الأنظمة الدكتاتورية في سوريا الحرية الدينية الحقيقية كل واحد يصلم كما بده في سوريا هذه ما في حدا بيهدي لنا ياها هذه من حضارة العرب والمسلمين والمسيحيين واليهود العرب أبا عن جد وقرن عن قرن لا بس بيت الأسد فهموا أنه هذا شيء ضروري للحفاظ على النظام في سوريا وسخروا بطريقتهم اليوم خوارني مطارنا متعوضين ما فيه كلمة بيقولوها غير بيأخذوا إذن والمشايخ نفس الشيء الواحي ما بيطلع المين بير بيقول ما يا شاعر مثلا بسخطة الفاتيكان ما فيه عنده موقف حاسم بالموقف الفاتيكان شارك مرتين في لقاء أصدقاء سوريا الفاتيكان شارك في تونس وشارك في إستنبول والبابا حكى تت مرات المسيحيين في سوريا معني المسيحيون في سوريا خائفون غاية الخوف ونجح النظام في تخويفهم متر العلوية المسيحيون الوعيون موجودون في المعتقل مع الوعيين المسلمين ومع الوعيين العلويين الشعب المسيحي في خوف معظمه في حالة حيادية والبعض للأسف الشديد وبتأسف كبير يتآمرون مع النظام الأمني در بولو شور الكنيسة فيك الكنيسة فيها أنا أخبرك كثير محبوب بالكنيسة ولا بس المشكلة أنه تعرف في الديان بصير شوي من الأنظم أعظن أن المسيحيين ما تعلموا الديمقراطية في الكنيسة فالإنسان الحر اللي بيحكي بحرية مزعيش أباولو دالوليو شكرا لوجودك معنا في شديو بيروت وفي بيروت تبع على حالك نعم تفضل ننهي بلبس المشروع كله نحن نريد أن نخدم المصالحة وهي أقسان زيتون وهي ألوان وطنة وهدول شهداءنا المصالحة هي مستقبلنا ونحن ملتزمون فيه ولا مصالحة بدون ديمقراطية نادجة بدون حرية الرأي بدون إنسانية حقيقية فسوريا أنت فعلا تتجهين إلى الخير والسلام والمصالحة والسلام عليكم شكرا بيروت باولو شكرا للمشاهدين لوفاؤهم وإلى لقاء أسبوع المقبل اشتركوا في القناة